فرحة وسجود لله شكر من والدة المزيع شيماء جمال الحج مجدى بعد النطق بالحكم في جلسة اليوم أهلا عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين قناة سيف ترند النهاردة في جلسة اليوم تم النطق بالحكم ضد المتهمين في قضية المزيع شيماء جمال والمحكمة حكمت بإحالة أوراق المتهمين في قضية شيماء جمال بدفنها في أحد المزارع بمنطقة أبو صير في البدراشين إلى فضيلة المفتي في الجلسة رقم 4 واللي قضت بإحالة أوراق المتهمين لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدام المتهمين اللي هو أيمن حجاج وكان فيه واحد معاه تاني وحددت جلسة يوم 11 سبتمبر اللي جاي إن شاء الله علشان يتم النطق بالحكم وكمان بعد ما المحكمة حكمت بإحالة أوراق المتهمين لفضيلة المفتي سجدت والدة المزيعة شيماء جمال على الأرض ووسط هتفات من أهالي المزيعة شيماء جمال وبعد النطق بالحكمة راحت المقابر وقالت لبنتها حقك رجع يا بنتي ده كان موضوع حلقتنا النهاردة بخصوص النطق بالحكم في قضية المزيعة شيماء جمال والمتهم فيها أيمن حجاج ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشارفنا باشتراك في القناة انتظرونا في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته